اه اقبل يوما الى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقول الصحابي وهو يصفه يقول يتكئ على عصى قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر الواحد لما يكبر يترهل وجهه فتلقى الوجه طايحه هذا من شدة ترهل الوجه حتى الحاجب الجبهة طايحة كذا مغطية على العين يقول اقبل يتكئ على عصى حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا رسول الله ارأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو الى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة الا اتاها ما فيه معصيه الا جربها لو قسمت خطيئته على اهل الارض لوسعتهم ثم التفت الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما يكاد يراه من شدة الكبر والصحابة مشدوهين من هالشايب اللي جاي يعترف اني طول حياتي معاصي انا خطاياي لو تقسم ليس على اصحابك على اهل الارض كلهم كفتهم دخلهم النار يا رسول الله فهل لذلك من توبة هو في مجال اتوب عقب ما شيبت وكبر سني واقتربت ومنيتي هل لذلك من توبة فنظر اليه النبي عليه الصلاة والسلام قال اسلمت الكافي بدايات الاسلام قال اسلمت قال اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله لك قال وغدراتي وفجراتي هندي امور مين يسار وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل خارج من المسجد وهو يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر حتى غادرهم وذهب الى اهله لا يجوز لاحد انه يضيق على الناس باب التوبة الذي يقبل التوبة او يردها هو رب العالمين هذا فعل لله سبحانه وتعالى ليس فعلا للعبد ما هو بانت اللي تقول للناس ان تقبل توبتك وانت ما تقبل توبتك لا النصارى اذا فعل الواحد منهم الذنوب الكثيرة جاء الى القسيس واعترف بها فزعم انه يغفر له احنا ما عندنا كذا عند الاسجد بين يدي الله تعالى واعترف له بدنبك واطلب سماحه ومغفرته وناده كما نداه ذنون ابن متى لا اله الا انت سبحانك اني كنتم من الظالمين والله تعالى يقول امن يجيب المضطرة اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اا اله مع الله في احد تتوجهون لك في باب تطرقون فيه سيد تنطرحون بين يديه الا الله اا اله مع الله قليلا ما تذكرون اقفال باب التوبة عن الناس وتقنيطهم عن رحمة الله هذا مؤذن بعذاب من يقنطهم يعني حتى ترى لا يجوز لو واحد فرضا عابد صالح وكذا انه ينظر الى عاصو يقول له لن يغفر الله لك انت انت كم كم فعل تسوي لن يغفر الله لها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان رجلين من بني اسرائيل كان احدهما عابدا كثير العبادة والثاني عاصي وكان هذا العابد وهو رايح للمصلاه يلتفت ويلقاه العاصي على معصية فينصحه والعاصي ما يقبل يقول له دعني وشأني دعني وشأني يعني ما هو بشغلك واش دخلك دعني وشأني دعني وشأني يمر بكل مرة ينصح يا بالتق الله يا اخي خاف الله ويقول دعني وشأني دعني وشأني يوم اللي يام تحمس شويها الطائع وشأف نفسه اني انا راي عباده وصلاه وتقو وصلاه وهذا عذب الله على الحال فلما نصحه يوما وقال له دعني وشأني او دعني وربي دعني وربي قال له والله لا يغفر الله لك وارتفعت الكلمة الى السماء فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي يعني من هذا الذي يتحكم فيني يحدد انك يا ربي بتغفر لهذا وهذا لا تغفر له انت اللي تحدد انت اللي تتحكم في مغفرة الله انت اللي تنزلها كما صرت رب العالمين اجل انت قال الله من ذا الذي يتألى علي من هذا الذي بلغ به الاعجاب بعبادته الى درجة ان يشعر ان شريك معي في المغفرة ولا العذاب من انت حتى تتحكم في ربي يغفر لي فنان ولا يترك فنان ثم قال الله قد غفرت له واحبطت عملك عملك هل لي انت سويتك كله ترى مليان عجب ورياء قد حبط ما قبلناه وهذا غفرت له قد غفرت له واحبطت عملك يقول عليه الصلاة والسلام او يقول الراوي قال كلمة هالرجل الصالح العابد قال كلمة اوبقت عليه دنياه واخرته افسدت عليه دنياه لانه استمر يعبد يعبد ولا في قبول لعمله لا هو اللي استمتع بدنياه بما يستمتع به الناس ولا هو اللي حصل خير في الاخرة قال اوبقت عليه دنياه واوبقت اخرته اذهب اخسرت اخرته افسدت اخرته لانه اعجب بعمله وصارت عماله هذه كلها غير مكبولة ولذلك ينبغي فتح ابواب التوبة للناس على مصرعيها انتبه لا تقول في نفسك مثلا انه لا والله الله لن يغفر له فلان ولا الله ولا تنظر لأحد بعين يعني الاحتقال بسبب معصيته انا بعضيكم قصة شفتها بنفسي وصارت صراحة عبرة لي مرة حضرت قبل سنوات حضرت اجتماع لاحدى الجمعيات الخيرية يعرضون اعمالهم ومنجزاتهم وكان حاضر مجموعة من التجار والمحسنين وقضات وجمعيات كبرى وجيت وجلست من بينهم فلما طلعت بروح للسيارة باخذ غرض رأيت واحد طالع من التجار هاللي موجودين يعني طالع ثوبه يسحب في الارض يمكن اصبعين ثلاثة يعني يبغاله ويمشي يرفع شوي عشان ما يطيح بس ثوب الثوب وحالق الشنب ولحية وبزقارته واقف برا يعني طالع ياخذ له زقارة ويرجع وفي اجتماع الخيري وقضات وافتتحنا بقراءة القرآن انا ما اسعت به الظن لكن قلت في نفسي اهديه يعني هذا بهذا الحال وحن في جمعية خيرية وواوقع الشيطان في نفسي ان هذا الرجل يعني ربما عنده مثلا من المعصية وعنده كذا وكذا الاخرة فخلصت شغلتي من السيارة ورجعت وجلست جاءه وجلس في مكانه فلما قمنا انتهينا سألت واحد من الاخوة منظمين قلت اب اسألك هذاك الرجال منه قال هذا فلان التأجر فلان والنعم والله يا ابو عبد الرحمن والنعم والنعم عرفني به طيب ما قلت له اني رأيتك قلت عرفني به قال هذا يا ابو عبد الرحمن بنى عندنا في افريقيا مدرسة ومستشفى وجعل معها وقفا ومسجدا الوقف هذا يدر تكاليف هذا كله والى يومك يمشيلنا رواتب الامام والمؤذن ومدرسين القرآن ويقول والله ان شفت صورتي في بروشور ولا اعلان ولا ان رأيت اسمي لا اوقف عنكم كل هذا والله انطلعت اسمي ولا اخبرت احدا ابغاه لله انطلعت اسمي الاحد والله لا اوقف عنكم كله تبرى لي تبرى يقول فنحن الآن من عشر سنوات اذا ذكرنا اسماء المتبرعين ولا عطيناهم دروع ولا شيء الرجل يبقى مكانه لا يعطى درع ولا يذكر اسمه ولا يشكر يجي كذا يحضر بس ارضاء لنا ويمشي قلت في نفسي سبحان الله كفى بالمرء يثمن ان يحكر اخاه المسلم لا تحكر احدا مهما رأيته واقعا في المعصية انتبه لا يقع في نفسك انا خير منه ترى اول من قال ان خير منه بليس انا خير منه انا علاقة مثلا اصل في المسجد دايم انا ربما عنده من الاعمال الصالحة ما يكفر الله تعالى به الخطايا التي تراها انت بعينك ربما بينه بين الله تعالى اسرار فلا تحتقر احدا وانت تعامل معه ولا تنظر اليه ولا شيء ترى ان وقع في قلبك عجب بعملك افسد عليك كل عملك هيا ابو عاصم سمع اشتركوا في القناة